احنا كلنا المعروف لنا في التاريخ هو ان الرسول تحالف مع الاوس والخزرج واصلح بينهم فأسس دولة في المدينة لا قبل الاوس والخزرج ما يكون لهم دور كان فيه فرقة تانية النبي تحالف معه والكلام ده موجود في الكتب الفرقة دي اسمها ايبا فرقتين فرقة اسمها الصعاليك الصعاليك دول كان مجموعة من المجرمين وقطعين الطرق اللي عايشين في الجبل في جبل تهامة او تهامة المطاريك دول او الصعاليك دول كانوا مطرودين من القبائل شباب عادي من شباب القبائل اللي يرتكب جريمة اللي سرق شيء اللي عمل فعل فاضح يعني احرج القبيلة بتاعته او اهان شرفها فبيطردوا فبيتجمعوا المطاريك دول في الجبل وبيبتدوا يكونوا مجموعات مسلحة ويروحوا يغيروا على القوافل يغيروا على القبائل يخطفوا نساء يخطفوا اطفال بعوهم عبيد وعايشين على السطو وعلى الغناء لما هاجر النبي للمدينة اول شيء عملوا انه كتب لهم رسالة يأمنهم يا معشر الصعليق انه انا منكم وانتم مني لو اتبعتم ديني وسنتوني كل شيء انتم عملتوه الدم اللي عليكم اللي سرقتوه كله حلال بس تجوني وتبقوا جزء من دولتي الجديدة حاجروا الصعليق وهو اول هجوم على القوافل كان من الصعليق ليه؟ لان يهود المدينة كانوا ضد فكرة انك تهاجم من المدينة تستخدم المدينة للهجوم احنا ندافع معاك او عن المدينة لكن انت متهاجمش من المدينة على قبائل تانية اللي انت كده بتحرق حتى الاوصول خزرك في البداية ما شاركوش في غزوة بدر وما شاركوش في الهجمات اللي على القوافل قبل كده فالصعليق كانوا اساس النجاح